الاستاذ عامر حسين ننتظر خطاب الجهات الامنية بشأن الجماهير طيب الموضوع ده يعني كلام كتير جدا على السوشيال ميديا ويعني ترياءة واستهزاء يعني هو راجل بيقول ان الجهات المختصة في السماح لوجود الجمهور مش هيكون او لسه مرضوش على اتحاد الكورنة الاستاذ عامر حسين قال ان هيتم السماح بحضور 15 فرد وماكملوش تصريح لحد الاخر فطبعا احنا عارفين السوشيال ميديا والترافيك اللي بيبقى موجود من لايك وشير بيزود يعني بيولع العملية كده وبيخليها سخنة فبالتالي يوم ما ماكملوش باقي الخبر فالخبر بيقول ايه انه هيتم السماح بحضور 15 فرد من مجالس ادارات الاندية فطبعا كلمة 15 فرد دي اكيد طبعا يعني لما هو يعني حد شاطر وحد زكي جدا اللي اخد التصريح ده وبدأ ان هو يعني اسم نصين علشان يعمل بي يعني جو عام في السوشيال ميديا او يعني يولع السوشيال ميديا من مبارح ان هو بدل طبعا استهزاء على الكلام وتاريخ انا شايف طبعا يعني يعني الراجل بيقول كلام يعني هو قال تصريح في حدود المسموح ان هيكون في 15 فرد من مجالس الاندية مجالس الادارة لكن لما نرى تصريح 15 فرد طبعا ده مش عقلاني تماما ولا شيء يعني اي حد عائل ممكن يصدقه يعني بدأنا بقى نسمع بعض التصريحات 15 فرد ده مين لانا لو رحت انا وعلتي مش هنكفي 15 فرد فازاي تقول 15 فرد اللي هيكونوا موجودين فبالتالي كنا لازم نوضح لحضراتكم الخبر بالكامل يعني ايه السماح ل15 فرد من مجالس ادارة الاندية وده الخبر اللي كان متداول على صفحات السوشيال ميديا كلها وزي ما قلت لحضراتكم نال من الاستهزاء ما يستحق لكن زي ما قلت لحضراتكم اللي اخد الخبر اخده من نصه وماكملش الباقي واكتفى بالجزء الاول الخاص بتصريحها الاستاذ عامل حسين البطولة ان شاء الله بطولة الدوري ايبا يوم الثلاث اول انطلاق لبطولة الدوري العامل انا اكيد متوقع هتكون قوية جدا ان شاء الله وده في الاول وفي الاخر مفيد لي نحنا كمشاهدين ومتابعين لبطولة الدوري الممتازة احنا بنحاول انها يكون فيها طبعا بعد الاصارة وبعد التشويق وبعد يعني الحماس اشتركوا في القناة